غزة العزة الثابتة الصامدة الصابرة ذلك الشعب الذي يقدم اليوم للعالم أجمع حقيقة صورة ربما لم يكن يتصورها البشر أن هناك بشر بهذا الثبات الأسطوري رغم معاناتهم رغم محنهم رغم آلامهم رغم بكاءهم رغم موت أحبائهم رغم تجويحهم رغم تخويفهم رغم ترهيبهم إلا أن هناك صمود أسطوري هناك صمود أسطوري في الحقيقة لا يفهمه إلا أولئك الذين يحملون القيم ويحملون المبادئ كثيرين يعتقدون من أن غزة دمرت وأن طوفان الأقصى هو السبب وأن المقاومة لم تحسبها جيدا إلى آخر طبعا هؤلاء يحسبون حسابات بائسة لأنهم لا يفهمون أن للحرية باب وهذا الباب هو باب المقاومة عندما يكون المستعمر المستدمر قادم من بعيد أو حتى من قريب ولا يعلمون أن هذه التضحيات في الحقيقة هي تضحية تحيي الناس ولا تميتهم ولا يعلمون أن الذين يقتلون هم أحياء عند ربهم يرزقون ولا يعلمون أن أصناف مثل غزة أهل غزة هم الذين غيروا التاريخ وليس الجبناء والأذلاء والخاضعين والمنافقين والعملاء والخوانة أولئك لن يغيروا من التاريخ إنما يذهبون إلى مزبلة التاريخ في غزة طبعا يستمر القتل والدمار والتجوية ويستمر نتنياهو وجيشه وجنرالاته يستمرون في ذلك بدعم أمريكي لا محدود فأمريكا وافقت على بيع إسرائيل كنا نقوله على بيع يعني بيع ليس بالمنطق البيع 20 مليار من الأسلحة 20 مليار من الأسلحة وهذه في الغالب تدفع من دافع الضرائب ومن خزينة دافع الضرائب الأمريكيين وليس من الخزينة الإسرائيلية فإسرائيل هي قبل كل شيء كما قال بايدن قبل أشهر لو لم تكن إسرائيل موجودة لا وجدناها فإسرائيل هي حاجة استراتيجية للولايات المتحدة كانت لبريطانيا في البداية أو لأوروبا عموما ثم أصبحت لأوروبا ولأمريكا بشكل خاص إسرائيل التي وصلها وزير الخارجية الأمريكي بلينكين الذي قال عندما وصلها أول مرة في الأيام التي تلت يومين أو ثلاثة بعد طفان الأقصى قال أنه جاء كيهودي قبل أن يكون وزير خارجية أمريكا وصل بايدن هناك والتقى مع نتنياهو وقالوا من أن اللقاء كان لحوالي ثلاث ساعات خرج بلينكين ليقول شيئين متعارضين لحد ما من جهة يقول أن هذه هي الفرصة الأخيرة ربما لعقد صفق إذا لم تعقد هذه المرة فلن تكن هناك صفقة أبدا وأن الولايات المتحدة لن تسمح لأي شخص بتعطيلها في إشارة لنتنياهو ولكن في جهة أخرى قال من أن اللقاء مع نتنياهو كان لقاءا جيدا وبناءا وأنه مفيدا لكن إذا ما نظرنا إلى وقال أن نتنياهو وافق على المقترح الأمريكي لكن المقترح الأمريكي قالت المقاومة أنها لا توافق عليه لأنه ليس هو ما وافقت عليه في 2 يوليو ليس هو مقترح بايدن الذي وافق عليه مجلس الأمن والذي قام بايدن بكثير من الإشهار له قالت أن هناك تراجع وتراجع في مجموعة من القضايا خمس قضايا على الأقل أساسية رئيسية سواء ما تعلق بمحور فيلادلفيا أو معبر رفاح أو نيتساريم أو عدد الأسرة أو الدخول إلى الشمال غزة وغيرها من القضايا أو حتى عودة الحرب عند نهاية المرحلة الأولى قالت هذا ليس ما اتفقنا عليه ونحن غير موافقين مما يعني أنه في الحقيقة هناك تراجع أمريكي تراجع أمريكي على ما سمي آنذاك بمبادرة بايدن أو بصفقة كما اقترحها بايدن والحقيقة أن نتنياه نجح خاصة بعد قيامه بضربة مزدوجة الأولى كانت في ليلة أو في مساء 30 يولو كما تعرفون ضد فؤاد شوكر شخصية الأولى شخصية العسكرية الأولى في حزب الله رايد أركان حزب الله وبعدها بساعات الضربة الأخطر والأشرس والأفضع ضد الزعيم الفلسطيني من المقاومة الفلسطينية هنية رحمهم الله فهو ومن كان معه ضربة طهران زادت في شعبية نتنياهو ضربة بيروت قبلها أيضا زادت في شعبية نتنياهو فهناك يحتاجون إلى الدماء والدماء ترفع من شعبية السياسيين وبالتالي فنيتنياهو الذي كانت تقول صبر الآراء من أنه إذا ما أجريت انتخابات قبل ثلاثة أسابيع كانت إذا ما أجريت انتخابات فإنه سيفوز فيها غانس الآن صبر الآراء تقول من أن نتنياهو هو الأول قبل غانس صحيح أنه ما زال تحالفه قد لا يحصل على أغلبية إذا ما أجريت انتخابات ولكنه أفضل بكثير مما كان عليه قبل الاغتيالات قبل سفك الدماء في بيروت وفي طهران ليس هذا فقط نتنياهو استطاع أن يقلب الموقف الأمريكي الذي كان يضغط عليه وبشدة لكي يوافق على ما كان متفق عليه أو ما عرضه بايدن في 2 جوليو يوليو الماضي وتم تغيير في مجموعة من القضايا والأمريكان يعرفون أن بالنسبة للمقاومة لا تقبل بذلك وأن قبول المقاومة بذلك في الحقيقة سيجعلها في وضع ليس فقط ضعيف في مواجهة الكيان الصهيوني ولكن أيضا في مواجهة الشعب الفلسطيني شعب غزة بشكل خاص الذي دفع أثمان باهظة وهو لا يريد أن يكون وضع غزة على الأقل من ناحية التعامل مع الصهاينة أسوأ مما كان عليه قبل 7 أكتوبر وبالتالي فالمقاومة تعرف أنها لن تتراجع خاصة من أن الذي يقودها الآن هو العقل المذبر والمخطط ل7 أكتوبر وبالتالي الأمريكان يعرفون أن في الحقيقة أنهم قدموا لنتنياهو شيء كان يريدوا وهم كلم يكون يريدوه على الأقل في الظاهر أمريكا كانت تريد صفقة وتبحث على صفقة وهي في الحقيقة تحتاج هذه الصفقة أي أن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى هذه الصفقة وذكرت أكثر من مرة لماذا؟ قلت أن هناك أسباب متعددة أهمها أن بقاء الحرب يخدم ترامب ولا يخدم كامالا هاريس يخدم الجمهوريين ولا يخدم ديمقراطيين ثانيا أن بايدن سيخرج من الباب الضيق جدا إلى مزبلة التاريخ إذا بقيت الحرب وهو يريد على الأقل أن يقول الأمريكان من أنه أوقف هذه الحرب التي أضرت به الكثيرين ثالثا أن الأمريكان لديهم أسرى هم مزدوجي الجنسية ولكن يحمل الجنسية الأمريكية وبالتالي أمريكا بالنسبة إليها مهم جدا استعادتهم رابعا أن الموقف إذا ما بقي عليه فإنه يضر بصهاينة العرب بن زايد بن سلمان السيسي الملك عبدالله إلى آخره عباس ميليشياوي وهو لا يريد لهؤلاء أن يضعفوا أو بعضهم قد يسقط وإضافة إلى أخرى أن عدم وجود صفقة قد يؤدي إلى حرب إقليمية الإيرانيين وحزب الله قالوا من أنهم تأخروا في الرد أو أنهم لم يردوا لحد الآن لأنهم يريدوا أن يعطوا فرصة للصفقة طبعا الإيرانيين يتمنون أن لا يدخلوا أصلا في الحرب وأن لا يردوا أصلا أن يكون هناك شيء لا يردوا في إيران في وضع معضل حقيقة ولكنها ليس أمامها أي خيار إذا لم تكن هناك صفقة إلا أن ترد إذا وجدت صفقة فإنها قد تقول من أنني أخرت الرد من أجل الصفقة من أجل أهل غزة ولكن إذا لم تكن هناك صفقة فكيف ستقابل شعبها وإيران هو نظام حكم إيديولوجي مبني على الإيديولوجيا إذا فقد قيم الإيديولوجيا أو المبادئ التي يدافع عنها سواء اتفقنا معهم أو اختلفنا سواء كانت حقا أو باطلا سواء كان صادقا أو كاذبا إذا فقد ذلك فإنه يفقد شرعية بقاءه خاصة مع الأوضال الاقتصادية السيئة في إيران إذن نحن الآن يقينا أننا ابتعدنا على الصفقة هذا لا يعني أنها لن تكون قد تحدث ضغوط أمريكية إذا أرادت أمريكا في النهاية أن تفرض على الكيان الصفقة فستفرضها لكن هنا تكمل كثيرين غير فاهمين الصفقة في مصلحة الإدارة الأمريكية وهي تستطيع أن تضغط من أجل قبولها لكن مع ذلك لحد الأمن فيش صفقة وقد لا تكون واليوم مثلا منذ أمس وتردت الأخبار اليوم أكثر خرجت المقاومة وقالت هذه صفقة لن أقبل بها أبدا هناك تعديلات على ما اتفقنا عليه ولن ننأقبل بها أبدا يعني أننا بعيدين الآن بلينكون وصل إلى المنطقة على أساس أنه قد توقع صفقة بوجوده لكن الآن وجدنا أننا نبتعد عن هذه الصفقة خرج طبعا بلينكون وقال أنه الآن الكرة في ملعب الحماس فهي التي عليها أن تقبل وكأنه يعلم أن الصفقة لن تكون وبالتالي يجب شيطنة الطرف الآخر إذن الخلاصة في كل هذا هو أن الوضع يزداد تعقيدا وأن ناتنياهو في الحقيقة وهو معروف بأنه مخادع وماكر ويتلاعب وليس له أدنى ضمير أو ثقة أو مصدقية فيما يقوله فهو يتلاعب ويستطيع أن يكون بأكثر من رأي في اليوم الواحد أنه استطاع لحد الآن أن ينجو من الذهاب إلى صفقة لأن الذهاب إلى صفقة تعني أيضا احتمالات كبيرة جدا لسقوط حكومته وبالتالي أنقذ الحكومة قابل بصفقة معدلة لصالح يعلم أن المقاومة لن تقبل بها أضعف خصوم الذين كانوا يطالبون بصفقة قوى حلفاء الذين قالوا له لا تذهب إلى صفقة صحيح أن هذا مؤلم للكيان الإسرائيلي وهو على المدى المتوسط البعيد مضر بشدة عاد موجود صفقة مضرة بشدة للكيان الإسرائيلي لكن بالنسبة نتنياهو مصالحه قبل كل شيء نتنياهو هو من صنف النرجسي الخبيث يشبه في هذا ترامب ويشبه بعض القوم لنعرفوهم شخصيا أو عرفناهم في زمن ما والنرجسي الخبيث بطبيعته يكذب يتلاعب يراوق يخادع يستطيع أن يكون له سبعين وجها ولكن الهدف الرئيسي في النهاية هو أن يحقق ما يريد له هو بغض النظر عن أي حسابات للآخرين بل أن كثيرين لما يقول لك نتنياهو لا يتعاطف مع الأسرى الصهاينة لدى غزة لأن النرجسي الخبيث بطبيعته لا يتعاطف مع الآخرين إطلاقا لا يملك هذه السمة أو هذه الصفة اللي هي صفة بشرية في العادة لا يملكها النرجسي الخبيث لا تعاطف مع الآخرين إنما كل شيء يدور حوله وحوله هو فقط أو حولها هي فقط إذن نحن في وضع تتجي في الأمور إلى ما هو أسوأ خلنا نشوف بعض المقاطع اللي هي فيها نوع من مؤشرات أنها أنا نتجه إلى ما هو أسوأ مثلا وجدنا أنه قبل حوالي أربعة أيام كانت هذه الأخبار تقول فيها القسم إعادة التأهيل لجنود بوزارة الدفاع الإسرائيلية أن أكثر من عشرة آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بداية الحرب تعرفون أن كانوا يقللون جدا من إصاباتهم يضعونها في حدود أقل بكثير ثمانية وستين بالمئة منهم من جنود من صفوف الاحتيار خمسة وثلاثين بالمئة يعانون من أعراض نفسية سبعة وثلاثين بالمئة مصابين لديهم إصابات في الأطراف أي أنهم فقدوا واحد فقد يده واحد فقد رجله واحد فقد يديه في اثنين أو رجله في اثنين أو يد ورجل إلى آخره وأن أكثر من ألف جندي يصلون لقسم عادة التأهيل شهريا نعم المعدل أكثر من ألف إصابة شهريا قد يكون في الحقيقة الوضع أكثر لكن هذا اللي اعترفوا به قناعة أن الرقم نستطيع أن نضربه في اثنين على الأقل إذا مش في ثلاثة وهذا اللي كنا قلناه قلنا أن أرقامهم ليست دقيقة عندما كانوا يقدمون أرقام بسيطة جدا الآن يعترفون نوعا ما لكن مع ذلك هذه الأرقام ليست صحيحة فالأرقام أكثر بكثير وهذا يعني عندما يكون هناك أكثر من عشرة آلاف مصاب فهذا يعني على الأقل إذا خذنا بواحد إلى ثلاثة أن هناك لديهم أكثر من ثلاثة وثلاثمائة قتيل في صفوف جنودهم إذا صدقنا أن المصابين عشرة آلاف لكن اعتقد ويعتقد الكثير المحللين والمراقبين أن العدد أكثر من ذلك هذه كارثة بالنسبة لكيان محدود واحدة من مشكلة اليهود مشاكلهم الكبرى أنه دين لا يقبل الأخر دخول اليهودية محدود جدا ولديه سبعين ألف شر وعموما ليس يهوديا من ليس أمه يهودية أما أن يصبح الإنسان مثلا مسيحيا يصبح يهودي أو ملحدا بوديا أو مسلما يريد أن يكون يهودي فهناك شروط وشروط كثيرة ولذلك عداد اليهود بالرغم من أنهم أمة تأتي من عمق التاريخ منذ ألاف السنين إلا أن أعدادهم لا تتجاوز سبعة عشر مليون في أفضل حالات تقديرات الأكثر دقة تحدث على خمسة عشر مليون تعني نقول سبعة عشر مليون منهم أقل من سبعة ملايين في الكيان عندما يفقدون آلاف من القتلى وربما عشرات الآلاف من الجرحة فهذه كارثة بالنسبة إليه كارثة حقيقية خاصة أن هؤلاء في الغالب هم شباب وفي الغالب كان المفروض أن يأتوا بأولاد أو بعضهم عندوا أولاد أو واحد أو كان ممكن يكون أكثر فهم في الحقيقة مصيبة كبرى لهم لكن بالنسبة لنتنياهو هذا لا يهم فهو مركز العالم كما قلنا أن نرجسي الخبيث يرى نفسه مركز العالم وأن كل شيء يدور حوله وبالتالي هذه كارثة الكيان ولكن واحد مثل نتنياهو يراها غير ذلك طبعا هذه أكبر مصيبة تحل بالكيان منذ قيامه منذ أن إنشأته بريطانيا وأمريكا وغيرهم لم يسبق لهم فقدوا هذه العداد في حروبهم مع ما يسمى بالجيوش العربية جيوش الطغاة اللي كانت تخسر أمامهم في الساعات الأولى الأمر الآخر هو مظاهرات واحتجاجات الأهالي الاحتجاجات تتساعد احتجاجات الأهالي الإسرائيلية تتساعد لكن هذا مؤشر آخر أيضا على أن الأوضاع تتجه إلى مزيد من الاضطرابات انظر إلى هذه الانفجار الكبير اللي كان في غارة على البقاء الشرقي قامت بها إسرائيل ضد حزب الله انفجارات شديدة وعنيفة طبعا حزب الله سيارب ما زالت المدود بين إسرائيل وحزب الله فيما يسمى في قواعد الاشتباك خرجوا شوية على قواعد الاشتباك لكن ما زالت في ما هو مقبول بين القوسين لكن نحن الآن أقرب ما يكون لأن أنا سألني اليوم واحد أو كنت في نقاش مع أحد الأفاضل وقال لي أن إيران ربما قال لي ربما عندما تقول إيران ترد وأن أعتقد أن إيران لن ترد قلت له لا إيران سترد لكن ربما الناس يتوقعوا أن الرد الإيراني قد يكون كما كان المرة الماضية مش حتما لا إيران ما عندهاش خيار النظام الذي يبنى نظام الإيراني في الإيديولوجيا ينتاعه هو أن الشيطان الأكبر هو أمريكا وإسرائيل وأنهم في عداء مطلق إلى آخره إلى آخره كما قلت كثيرين مرات يشككون في هذه الأشياء يقول لك لا هم حلفاء لا لا هم مش حلفاء لكن قد يكون للإيرانيين عداء آخرين لا يتحدثون بصراحة عن عدائهم أو لا يتبنه رسميا أو لكن لا تستطيع لا يستطيع النظام الإيراني أن لا يرد لأن عدم الرد يعني إضعاف وبشكل رهيب الذين يستندون إلى الإيديولوجيا ومليح جيد أن الأنظمة تكون مبنية على عقاعد وعلى إيديولوجيات لأن هذه الأنظمة هي التي تحقق أشياء بغض النظر اتفقنا معها واختلفنا مع هذه الإيديولوجيا لكن عموما إذا ما حققت طبعة الحال اللي يكون عندهم إيديولوجيا ومبنية على إيديولوجيا ما عندوش خيار في الحالات هذه ما عندوش خيار إلا أن يرد لكن الناس مرات تتوقع أن الرد ربما يكون مثل مرة الماضية أو يكون أقوى وأقصى مش حتما فالإيرانيين يستطيعون مثلا أن يقوموا باغتيال لبنغفير مثلا أو سموتريتش أو حتى نيتنياهو إذا ما استطاعوا الوصول له ويقولوا قتلنا لهم زعيم مثل ما قتلوا عندنا زعيم وأن يقوموا بهذا الاغتيال داخل الكيان في حد ذاته فهنا يبدو أن الرد كان متناسبا وهذا لا يستبعد أنه هو الذي ستقوم به أو تحاول أن تقوم به إيران أما بالنسبة لحزب الله لا فالحزب الله مختلف حزب الله سيرد في قناتي وسيرد بآلاف السواريخ سيكلفه ذلك كثيرا وسيكلف لبنان كثيرا ولكنه ليس له خياره والآخر لأن الضربات التي تلقاها خاصة مع مقتل فؤاد شكر ضربات متعددة وخرج نصر الله وقال هذه المرة سنرد والرد سيكون حقيقي وقوي إذا ما تردت الرجع هو الآخر أيضا وهو أيضا يبني على إيديولوجيا فإنه ستنهار لماذا هو يعرف أصحاب الإيديولوجيا في الغالب لديهم مصداقية أكثر من الآخرين لماذا لأنهم يعرفون أنهم إذا سقطت المصداقية سقط المشروع وبالتالي الرد قادم من حزب الله لكن إيران الردها قد يكون أخف بكثير مع هذا يبقى هذا في كل فيما هو قادم أننا أمام عشرة أيام في هذا الشهر قد تكون من أسخن أيام السنوات التي شفناها وبمقتضاها قد تضطرب المنطقة ككل خاصة إذا كان رد حزب الله أو رد إيران ما تعتقد ويعتقد الكائن أنه تجاوز كل حدود وبالتالي يكون رد إسرائيل ورد أمريكي يذهبون فيه بعيدا المهم المنطقة على أبواب الجحيم في الحقيقة وهذا ليس حتما سيئا فهناك جحيما قائما يدفع ثمنه المستضعفين لكن الجحيم القادم قد يتوسع للجميع أقول ليس سيئا بالنسبة للمستضعفين لكن كان من الأفضل أن لا يكون أصلا ولا يدفع أحدا ثمن ولا يعتدي المعتدين ويظلم الظالمين لكن هذا هو البشر هم في هذا من بين المؤشرات أيضا الأخرى هو عودة ولماذا الأوضاع بالنسبة للكيان ستكون أسوأ ستعود لتصبح أسوأ على الأقل على المصار العالمي طبعا نحن بالنسبة إلينا مثلا في دولنا وفي الدول الأوروبية الدخول الاجتماعي هو من سبتمبر 15 سبتمبر تقريبا وروح الفوق والجامعات في أوروبا هي نهاية سبتمبر دخولهم تقريبا في الجزائر مرات يروح حتى النو أكتوبر مرات حتى النوفمبر ما يقرر ما يقررش كثير في كل حال والدراسة تعبانة في كافة الظروف لكن في أمريكا بدأ الموسم بدأ ما يعرف بالموسم الاجتماعي والدخول الاجتماعي بدأ الدخول للجامعات الآن هذه بداية من اليوم تبدأ الجامعات وتبدأ المدارس في الدخول وهذا سيء جدا بالنسبة للغرب مثلا وجدنا اعتصامات هذا اعتصام في تورونتو وتورونتو كما نعرف فيما أعرف هي أهم مدينة في كندا يعني احتجاجات وغلق لمحطة بطار واسعة هذه الاحتجاجات ستعود ستعود بقوة في الدول الغربية وخاصة بداية من كندا والولايات المتحدة للدخول الاجتماعي فيهم بدأ أو على بواب أن يود شوفوش تقول هنا أيضا يدعو تحرنوت ويدعو تحرنوت كما تعلمون هي واحدة من الصحف الكيان الشهيرة والقديمة يومية تقول إن النظام السياسي في إسرائيل في حالة توطر على خلفية مفاوضات صدقة التبادل تقديرات في الحكومة والمعارضة أن نجاح المفاوضات أو فشلها سيؤدي لتحولات كبيرة بالنظام السياسي التحولات تشمل حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات أي أن عدم أو تلاعب نتنياهو بالأمريكيين ومراجعة الاتفاق السابق ليعرف أن المقاومة سترفضه حتى وإن قابله هو أحدث ضجيج وقلق داخل إستابليشمت داخل الدولة العميقة داخل السياسي مع السياسي الإسرائيلي الآخرين ليروا أن أنهم على أبواب تغيرات هائلة أقلها أنهم يجب أن يذهبوا الانتخابات نهيك عن التفكك داخل الكيان عن هروب مئات الآلاف من الكيان عن التفكير الآن مجموعة من المفكرين الإسرائيليين بدأوا يتحدثون على أن هناك حديث بين النخب الإسرائيلية مثقفة برحيل جماعي لأن الوضع لا يرطاق من بين الميزات انتعن إيران لحد الآن لم ترد هي وحزب الله أنهم تركوا أنهم تركوا الإسرائيليين في حالة ترقب وانتظار وهذا نفسيا مدمر لهم خلاهم دائما أنهم تحت الأرض أنهم يخشون أن تكون هناك السيران تكون دائما في حالة خوف وعلى ذكر نعود بارك نرجع لنقطة لماذا الإديولوجيين سواء اتفقنا معهم أو اختلفنا معهم لماذا الإديولوجيون في الحقيقة دائما لديهم مواقف قد يثبتون عليها إلى آخر لحظة تتذكرون دائما أو الكثير مننا يتذكر خاصة من ربما عمره أكثر من 35 سنة أن صدام حسين في 2003 قبيل الغزو الأمريكي للعراق عرضت عليه عرضت عليه أن ينتقل هو وأصرته وكبار المستشارين والوزراء إلى بلدان أخرى يومها دولة المسخ الإمارات عرضت عليه ذلك كان يومها ما زال زايد في الحكم ودول أخرى عرضت عليه أن ينتقل وأن يجنب العراق الغزو الأمريكي لكن صدام رفض حتى حينما كان الجيش الأمريكي في المطار في بغداد أي على بعد حوالي 20 أو 30 كيلومتر من مقارات الرئاسة لصدام حسين وخرج صدام حسين كلنا نذكر خروج صدام حسين ولقاؤه ببعض أنصار وببضع عشرات كان آنذاك ما زال معروض عليه أن يذهب إلى قطر أو إلى الإمارات أو إلى روسيا أو إلى أي بلد لكنه رفض ونعرف أنه بعدها بثلاث سنوات أعدم طيب صدام حسين كان يعرف بأنه القضية شبه منتهية لماذا رفض وقبل أو اعتقل فيما بعد وعدم فيما بعد وكان يعرف أن خصومه سواء من العراقيين أو الأمريكيين سينفذون في حكم الإعدام وسيعذبونه لماذا لأنه يحمل إديولوجيا بغض النظر على اختلاف الناس في عهد الإديولوجيا أو اتفاق معه هو بعثي متشبع بأفكار البعث العربي وبالتالي رفض طبعا أنا لا قبل هذه البعث العربي إطلاقا يعني عندهم أفكار عنصرية شديدة العنصرية هذا كرأي خاص لكن هو كإديولوجي لم يقبل قارنوا بما حدث بعد ذلك بثمان سنوات خرج الشعب التونسي كانت هناك مظاهرات واحتجاجات إلى آخره بعدها بأيام سمعنا وش سمعنا بنعليها رب لماذا لأنه بنعلي ما عنده إديولوجيا وبالتالي ليس لديه قيام يموت من أجلها بغض النظر إذا هذه القيام جيدة أو سيئة كما قلنا إذن هو الموقف في إيران بغض النظر بغض النظر كما قلت أن هناك الناس طبعا يختلفون مع النظام الإيراني لكن المدام لديه عقيدة فهو في الغالب لا يتنازل في القضايا التي يعتقد أنها حاسمة نشوف الوقت حتى نستطيع أن نعود طبعا احتلال ما زال يقتل يدمر قتل صحفيين إلى آخر شوف خاول الإيرانيين ماذا يقولون طبعا الحكومة الإيرانية تشكلت وزير الخارجي الجديد واش يقول نؤكد على حقنا في الرد على الاعتداء على سيادتنا وسنفعل ذلك في الوقت المناسب لا نسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة وندعم جهود وقف اطلاق النار في غزة الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية لتثبت أنها جادة في وقف اطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة الإدارة الأمريكية تملك القوة اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية لكنها لم تفعل حتى الآن نرحب بأي جهود صادقة لوقف اطلاق النار في غزة ووضع حد للجرائم الكيان الصهوني الوحشية تلاحظون أن الوزير هنا يريد والنظام الإيراني كله يريد أن يكون هناك اتفاق فهذا يخفف عليه الضغط على قضية الرد إذا ما كان هناك اتفاق سيقدمها سيقوم بعمل لكنه سيكون عمل محدود لكن إذا لم يكن هناك اتفاق وانا قناعت الآن أنه لن يكون هناك اتفاق إلا إذا حدثت معجزة في الإدارة الأمريكية وقرروا أن يفرضوا على نتنياهو إما الاتفاق وإما يطيحون به وربما حتى منقلاب عسكري لا أستبعد ذلك فإن الرد الإيراني مضطرينهم للرد بالرغم من أنهم لا يرغبون فيه لكن بناء وخدمة لإيديولوجيتهم ولقيمهم التي ينادون بها ليس لهم أي خيار في ذلك هنا في بريطانيا محامين بريطانيين يرفعون قضية ضد الحكومة البريطانية واش يقوله بعدما تبين هذا الخبر قال مصدر في غرفة عمليات المقاومة للجزيرة إن الغرفة تملك أدلة واضحة على أن بريطانيا تشارك في الجهد الاستخباري في قطاع غزة لصالح الاحتلال بالاشتراك مع الولايات المتحدة وأضاف المصدر في غرفة عمليات المقاومة أن المشاركة الاستخبارية البريطانية أسهمت بشكل مباشر في قتل الآلاف من المدنيين من النساء والأطفال بالقطاع ودع المصدر في غرفة عمليات المقاومة الحكومة البريطانية إلى وقف تعامنها الاستخباري مع الاحتلال ووقف مشاركتها في جريمة الإبادة في غزة بسرعة قام محامين بريطانيين متعاطفين مع غزة أو مهنيين حتى بعضهم برفع قضية الحكومة البريطانية لدى المحاكم البريطانية لوقف بيع السلاح ووقف التعامل ودعم الكيان الإسرائيلي تقنيا ومن حيث الجوسسة ومن حيث فالحكومة ستواجه وستتهم هنا الحكومة بالنفاق لأن وجدنا أن خطابها أفضل وجدنا أن وزير الخارجية مثلا وزير الخارجي هذا لامي كان في مع وزير الخارجية الفرنسي كانوا في تل أبيب قبل ثلاث أيام والمصادر الإسرائيلية قالت أن نتنياه ورفض استقبال وزير الخارجية البريطاني في حين استقبل الفرنسي وبريطانيا كذبت وقالت أنه لم يكن هناك موعد مع نتنياهو لوزير خارجيتهم ولكن نعرف أن الأوضاع متوترة لماذا رفض نتنياهو استقبال الوزير الخارجي البريطاني لأن بريطانيا الحكومة الجديدة قالت من أنها لن تضغط على محكمة الجنايات الدولية وأنها لن تكون ضد أن يكون هناك قرار بإيقاف نتنياهو يعني بصدور مذكرة توقيف حتى أنها قالت ستنفذها فهذا طبعا أزعج نتنياهو بشدة وربما أخلاه يرفض استقبال وزير الخارجية إذا صدقنا الرواية الإسرائيلية أما الرواية البريطانية فترفض وتقول أنه لم يكن هناك موعد مع نتنياهو هنا يبدو الموقف البريطاني الحكومة البريطانية وكان لديها ازدواجية يعني وكان أكثر من جهة تتخذ قرار يتخذون قرار في الاتجاه الصحيح وهو أنهم لن يعترضوا على صدور قرار توقيف لنتنياهو وأنهم سينرفذونه هو وزير دفاعه وجهات أخرى بما فيها المقاومة تتهم بريطانيا من أنها ما زالت تقدم المعلومات والأسلحة إلى الإجراميين في تل آبيب وكان استقال مارك سميث وهو مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية وقال إن سترتكب جرائم حرب على مرأة من الجميع وأننا ما زلنا نبيع لهم السلاح لذلك استقال هذا المسؤول الكبير في وزارة الخارجية البريطانية